اشتركوا في القناة ومسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 مؤكدة أن ذلك سيكون له بالغ الأثر في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني والدفع بالمساعد تنموية لأفاق أرحب منوهة بأهمية توحيد الجهود الوطنية وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورأت رئيسة مجلس النواب أن الجهود المميزة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والانجازات المتواصلة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد من شأنها أن تجعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة متقدمة ضمن الدول الرائدة في اتخاذ إجراءات فاعلة وإيجابية لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف تداعياتها على القطاعات المختلفة وأكدت حرص مجلس النواب على تقديم الدعم الكامل لكل القرارات والإجراءات الهادفة إلى تمكين الوطن من تجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا اشتركوا في القناة